دلائل وبصنات واضحة منذ البداية على تورط النظام الإيراني في الاعتداء على منشأتي أرامكو والتحقيقات بمشاركة دولية جارية والحقائق كاملة ستكشف أمام العالم طلبنا من المجتمع الدولي من الأمم المتحدة هو من دول صديقة المشاركة من خلال مفتشين في التحقيق وسيتم الكشف عن النتائج ما هو واضح تماما أن الصواريخ والطائرة دون طيار إيرانية الصنع وأن الهجوم جاء من الشمال وليس من الجنوب لذلك نحمل إيران المسؤولية تحقيق لوكالة رايترز كشفت خلاله عن تفاصيل المؤامرة الإيرانية بقيادة خامني ضد المملكة وجاء تحقيق رايترز ليعيد التأكيد على تورط إيران لكن هذه المرة بشهادة ثلاثة من المسؤولين الإيرانيين المطلعين على اجتماعات المؤامرة التي بلغ عددها خمسة على الأقل في مجمع شديد التحصين في طهران منذ مايو الماضي وشارك فيها قائد ما يسمى الحرس الثوري حسين سلامي ومعه عدد من قيادات تلك المنظمة الإرهابية هجمات تكشف مستوى الإحباط واليأس الذي وصل إليه النظام الإيراني تحت وطأة العقوبات الأمريكية وصرامتها يأس دفعه لخلع القناع وإظهار وجهه الإرهابي للعالم أجمع فالاعتداء التخريبي على أرامكو ليس استهدافا للمملكة فحسب بل اعتداء على إمدادات الطاقة العالمية وما يثير السخرية أن خامني بعد أن أعطى موافقته على العملية الإرهابية فر متخفيا وراء الحثيين الذين أعلنوا بساذاجة مسؤوليتهم علّه يهرب بجريبته لكن ملابسات الهجوم وموقع الانطلاق فضحا لتوجه أصابع الاتهام إلى إيران حتى قبل إعلان النتائج النهائية للتحقيق أما قدرة المملكة المذهلة في إعادة منشأة أرامكو للعمل خلال وقت قياسي فأثبتت مجددا حرصها على استقرار ورخاء ليس شعوب المنطقة فحسب بل والعالم أجمع وبرؤية مستنرة تركز على النمو الاقتصادي والابتكار والتكنولوجيا في مواجهة رؤية ظلامية تعود إلى عام 1979 حيث ثورة الخميني التي عاجزت عن الوصول إلى الدولة طوال أربعين عاما من الخراب والدمار من لبنان سوريا العراق واليمن إلى مناطق أخرى في آسيا وأفريقيا بأجندة طائفية مدمرة تحرق الأخضر واليابس حتى وصل فتيل اللهب إلى جبة خامنين ترجمة نانسي قنقر